اهلا بكم بعد التمديد لقائد الجيش نيابيا بقانون العين على اكمال التئام المجلس العسكري حكوميا من خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء شرط توفير نصاب الثلاثين لتعيين اعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الاركان ابرز المتحمسين النائب وليد جنبلاط المعني مباشرة بالتعيين كون رئيس الاركان من الطائفة الدرزية وابرز الرافدين النائب جبران باسيل الذي يشكل موقفه امتدادا للموقف الرافد للتمديد لقائد الجيش وابرز المترددين النائب السابق سليمان فرنجي الرافد مبدئيا التعيين في غياب رئيس للجمهورية